يقال ان رجل اعزاكم الله محتل اتى بحمار وحشى فمه قطعا من الذهب وذهب للسوق الحمار اعزاكم الله نهق فتناثرته فتكرك التجار شيخ التجار طبعا ما زاد ما زادت قل لما ينهق قل لما يتناثر اشترى الحمار روح البيت ان حضاري انهق ما فيه دهب فلم التجار وراح على ديه الرجل محتل انت اه اطلقوا الباب عليه ما لجوهوش اين زوجكي قال والله هو خرج اه طب كيف لان نحصل عليه قال انا ثواني هرسل كلب يأتي به كلب كان محبوس اطلقوا انطلق مش والرجل يأتي ويعود ومعه كلب مشابه فبدأوا التجار نسوا موضوع الحمار وبدأوا ايه يساوموا على الايه على الكلب فلما الرجل اشترى الكلب بثمن كبير فالكلب خرج ولم يعود قال لا ده 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 محتل محتل يعني جمعوا كلهم وذهبوا احنا منتظرين ولم ينجي فجاء الزوج فوجد زوجته اه كيف لما 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 تضيفي هؤلاء الاكارم هؤلاء الاكابر واخرج نصلا سكين من بتاعه بحيث ان تدخل السن او النص يدخل في الايه زي الحواه يعني اذا ضرب ما فيها فطعنها وهي عندها كيس مليء بصبغة حمراء فسالت لمو عملت انها ميتة يا رجل اتقد لا احنا لا نريد قتل زي الفتاة قال لا قتلتها من قبل اه اس اس انتظروا طلع مزمار زمر رحت صحي عملت لهم الشاي او ها فثابت المشكلة كلها وقعدوا الايه عايزين اشتروا المزمار ها المهم راح كل واحد اللي يطعن زوجته ويزمر لها ما تصح امام ما تستاه قالوا لا الرجل ده ده احترق خدوه في كيس قالوا احنا نرميه في بحر فمن التعب ناموا فواحد مر راعي غنم ديه واحد بتاعه والناس على بعد قال فيه الرجل الناس دول بيجبروني عشان اتزوج بنت شيخ بنطر التجار الملياردير وانا عايز اتزوج بنت عمي فانا اه قالوا لا 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 تعالى لمكانك ها المهم الراعي الغنم هو اخد الغنم وهم اه راحوا اخدوه في رجعوه في البيت ايه ده قالوا لا انتو لما رمتوني طلعتلي حورية من البحر اعطتني دانانير وقالت اشتريت لي اعجبه اشتريت قطيع من الغنم وقالتني بس في نقطة لا واصحابك دول القوك وسط البحر اكتر كان الحورية اختي الاكبر اغنى مني اعطتك اكتر فالمهم كلهم راحوا وبحروا وغارقوا من المحتال هذا اركان الصهيوني ومن زوجة المحتال الولايات المتحدة ومن هؤلاء التجار العرب والمسلمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة